السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا حبيبنا ازايكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وعافية وسلام رجالتنا يا رجال التالتة سنة ودفعة عشرين تلاتة وعشرين اهلا بيكو يا داكاترا في اخر واهم فيديو ينزل لحضرتك بعد انتهاء السنوية العام فالفيديو ده يا صديقي هو موجه لحضرتك في المقام الاول وموجه برضو في الاخر لطلبة عشرين اربعة وعشرين بس ده في اخر الفيديو خليها نبدأ الاول برجالتنا الجامعيين دفعة عشرين تلاتة وعشرين اظن حضرتك دلوقتي مبسوط ومنشكح وسعيد وفرحان وكل الحاجات اللي بتدل على السرور والفرح والسعادة ان حضرتك خلصت من السنوية العامة وقارف السنوية العامة وضغط السنوية العامة ومدرسين السنوية العامة انت منشكح انت مبسوط الحمد لله فربنا يديم عليك نعم وربنا يديم عليك الانبساط والسعادة والفرح يا صديقي إلى ما لا نهاية قول امين قول أمين يا ولا قول أمين المهم اللي أنا عايز أقولولك بقى أني الثانوية العامة هي خلصت بس أنا عايزك تفوق كده معي وتركز في اللي أنا أقولولك الثانوية العامة يا صديقي ليست نهاية الحياة وليست نهاية المطاف مش إحنا خلصنا الثانوية العامة فإحنا خلص دخلنا الجنة لا يا صديق إنت لسه ما زلت في الحياة فوق يا فاطيم إحنا لسه في الحياة إحنا خلصنا مرحلة في حياتنا هي مهمة جدا بس هندخل على مراحل هي غاية في الأهمية في حياتنا آه ممكن المرحلة اللي جاية اللي انت داخل عليها زي مرحلة الجامعة هي مش بنفس الضغطة النفسية خالص اللي حضرتك اتعرضت ليها في سنوية عامة خالص بالمناسبة لكن هي مهمة جدا 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 حطي جدا من هي للصبح مرحلة زي مرحلة الجامعة مرحلة زي مرحلة الشغل وسوق العمل والحياة والاندماج والناس وده بيغير مني وده شغال معايا وعايز يوقعني عشان مش عارف هو اللي يتصلق على داري إلى آخري وبعد كرة مرحلة زي مرحلة الجواز وبعد كرة مرحلة زي مرحلة العيال هتفضل المراحل اللي بتمر بيها والمهام عمال تمر بيها في حياتك لحد لما كنت وده سنة الحياة فالمهمة يا صديقي أنا جاي لك النهاردة عشان أقول لحضرتك شوية توعية وأقدم لحضرتك شوية نقاط مهمة وقول لحضرتك شوية هدايا هقدمها لحضرتك نبدأ الأول أنا عايز ايه منك في الجامعة بص يا سيدي حضرتك فترة الجامعة دي هي ليه أهم فترة فترة الجامعة حضرتك أولا ما عندكش ضغطة نفسية عندك وقت فراغ مهول وده اللي حضرتك هتشوفه ده ما بقولكش اني مفيش تعب جسدي في الكلية ومفيش مذاكرة لا فيه مذاكرة بس مفيش حد أخذ باله منك أخذ بالك أنت ولا ساعة أجارك وأمركز معاك ولا الحجم محمد مركزة معاك ولا أخلتك ولا عمتك هم مركزين أصلا هو أنت في سنة كام دلوقتي في الجامعة بالعكس حتى في البيت أم أنت أنا جيبتي جيد كام يعني جيد ما جيد دي مفتوحة من إيه لا مش مهم حدش بيسأل حدش هعبرك فدي حاجة ميزة ليه مميزات وليه عيوب المميزات أن أنت هتحس أن حضرتك حر طليق تابو العيوب أن حضرتك هتحس أن أنت متحمل المسئولية لوحدك ودي بصراحة أنا شايفها برضو ميزة أن أنت هتحمل المسئولية من دلوقتي وبناءا عليه أنا جاي أقول لك تعالى بقى ورأ وقلم كده وركز معايا إحنا إزاي نستغل فترة الجامعة بتاعتنا كويس وأخرج منها دي أكبر خبرة تعالى أقول لحضرتك قبل ما أقول لك ده أقول لك سيناريو تاني السيناريو التاني تعالى نشوف شكل الإنسان العادي لما بيخش الجامعة لو جينا نبص على الناس العادية وقتها ما تيجي تخش الجامعة هو بيبقى مستم دماغه إن أنا هخش الجامعة 4-5 سنين بغضي الجامعة زي ما بدرس هي أنا النهاردة في سنة أولى النهاردة في سنة تانية 3-4 أعين كان تقديري إيه مش مميم في لحي التدي خلص الجامعة بيبتدي يتخرج على حسب بقى الجامعة اللي هو فيها 4-5 سنين بيبتدي يتخرج على 23-24 سنة بيبتدي يشوف الحياة بقى هو خلاص كل ده بيدرس فراجل طالب علم بيبتدي يشوف الحياة لما يخرج فيبتدي يكتشف إن هو مطالب إن هو يشتغل أي حاجة عشان يكتسب خبرة برواتب ممكن هي ما ترضوهش تماما يفضل مندرك في الفترة دي اللي هو يشتغل أي حاجة عشان خاطر مش لاقي شغل وفي مرحلة سنة ولا سنتين أنا محتاج أسس نفسي ولا كون نفسي علشان خاطر أتجوز هو بيبتدي يندمج في الحياة وينغمز في الحياة لحد لما يكتشف أنه عنده 32 سنة عشان يتجوز ويكون كون نفسه الفترة دي دي الفترة الطبيعية والتفكير الطبيعي أي إنسان طبيعي أو أي إنسان عادي تمام طيب وللأسف التفكير ده مصح أنت فترة الخمس سنين بتاعت الكلية دي أنت ممكن تستفيد بيهم استفادات مهولة هتوفر عليهم خمس سنين من عمرك اللي بعد التخرج قول لي إزاي أنت حضرتك دلوقتي في فترة دراسة الكلية عندك وقت فراغ تقدر تستفيد بيه من خبرات حياتية في السوق أول ما تتخرج مش أول ما تتخرج أنا آسف ده وإنت طالب تقدر تشتغل شغلانا موازية أنت بتدرس وتمام وزي الفل وأنا في اليوم عندي أقدر أستخدف أربع خمس ساعات بدل ما أنا ضيعهم في السكرول في الأشياء أو بخرج صحابة أعد تحت جدا في الشارع ما بعملش أي حاجة لا أنا ممكن أدخل داخل واعتمد على نفسي أعمل بيه مشروع أو بزنس خاص بيه صغير أو الله العظيم عادي جدا جدا وعايز أقولك إن إحنا كان فيه طلبة كتير جدا شغالين معنا وهم في الجامعة وكانوا مبدعين وشاطرين وبيقدر راتب محترم خلاص فأنا بكلمك أنا ليه بقولك ده عشان شفته قدامي فعايزك تستفيد به طيب وبناءا عليه أنا دلوقتي أعمل إيه تعال يا سيدي وراء وألم وتعال أقولك بداية كده يا سيدي إحنا هنعلم حضرتك شوية مهارات في السوق مش مهارات حياتية اللي أنا أقولك شوية نصائح لا 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 هنعلم حضرتك من خلال مهندسين هنقدمهم لحضرتك كل مهندس متخصص في اللي هو هيعلمه لك أو كل مدرب متخصص ونعلم حضرتك مهارات من خلالها اتعلمتها تقدر تخرج بعد ما تخلص لو ضغطت على نفسك شوية تقدر تشتغل تشتغل ريموتلي يعني وانت عاد في البيت يعني ممكن تخلص شغل في البيت وتحصل فيه منه فلوس مبدئيا كويسة جدا تمام تمام طيب إيه المقابل بتاع ده فيش مقابل كل المقابل نحضرتك تدعينا احنا هنعمل لحضرتك ده خاص بطلابنا كلهم مجانة طيب هنعملوا بداية من يوم ايه والحيثيات بتاعته والقلية بتاعته شكلها اعمل ازاي وإيه اللي هندرسه طيب هنعملوا من يوم 15-8 بحيث ان حضرتك تكون اخدت اجازتك ده مك شعر كده شعر ويومين استمتع بالحابة من تعمل تخلص نفسك تخلص صنوية عامة واسيبوني بس وشوفوا انا هعمل ايه في الاجازة عايزيني شوف انت هتعمل ايه في الاجازة يا اخوية بس ويا ريت يا ريت يعني يا ريت ما تقضهاش نوم وسكرولات في اللاشي وصنا مش قادر وصنا حاسس انها مضغوط وصلوها حتحسس انها بيتعاف تعافى يا خوي تعافى في الشعر ده وبعد الشعر ده نرجع نخش بقى في اللي احنا اتفقنا عليه اللي ايه بداية من 15-8 بس خلالها متفقين بس في نقطة حاول وانت بتاخد الاجازة تستمتع بالحياة وانت بتستمتع بالحياة اوعى تتخلى عن دينك ومبادئك يعني عارف انت اللي ايه اه يعني حاول تحافظ على الاثنين مقدرش تحافظ عليها الدين ومبادئ اساسي ما ينفعش اضحي دينه خلاص فانت استمتع بالحياة من غير ما تضحي بدينك ومبادئك الله وما بلغت وتعالى من يوم 15-8 نبدأ بقى السلسلة اللي احنا عايزين نعملها مع بعض اللي هي سلسلة مواجهة الحياة ان حداك تتعلم ازاي تتعامل مع الحياة وازاي افهم يعني شغل اتفقنا اتفقنا بس اوعى وانت بتاخد الاجازة بتاعتك اولا اوعى اوعى طيعت ربنا يعني دايما حاول يعني ايه توزن الكافة انا عايزة استمتع بالحياة وده حقك المشروع وفي نفس الوقت ما تتخلاش عندينك ومبادئك اخذ لبالك يعني احط الحتتين كده ايه اه انا هامش فيهم انا استمتع بالحياة من غير ما تخلى عن مبادئ وايه وحياتي في الاجازة رجعنا من الاجازة وبدأنا من خمستاشر تمانية هتلاقينا منزلين لحضرتك وكل ده هيبقى فريعا الموقع بتاعنا تمام هتخش تسجل عادي وهتلاقي الكورسات دي مهندسين احنا جايبينهم لحضرتك يعلموك بس هتلاقي اول كورس وده انا كنت حريص ان هو حضرتك تتعلمه ونبهت عليه لان ده بالنسبة لي مهم جدا وكل الطلبة لازم تسمعه يعني ايه وظائف هتلاقي حد بيعلمك يعني ايه وظيفة السوق بيحتاج ايه انت النهاردة اما بتيجي تقدم في الشركة بتسمع حاجة اسمها أجريشان يعني ايه بتسمع حاجة اسمها آآ دزاينر هل الدزاينر هو اي حد بيشتغل بفاق شب او اي تصميم واحد بيعمل تصميم يتقل عليه دزاينر وهل دي شغلت شغلته الوحيدة او لا لا بتسمع حاجة اسمها بزنس دوفولبر يعني ايه بزنس دوفولبر بيعمل ايه وظيفته ايه ده؟ يعني HR وظيفتها عاملة ازاي؟ في وظائف كتيرة دلوقتي مش مفهومة عند الشباب الا لما بيتخرجوا ويبتدي يكتشفوا في الحياة ان في شغلنات اول مرة اسمعوا عنها. طب ما تسمع عنها دلوقتي يمكن تعجبك. فنقول لك تدرسها ازاي وتتعلمها ازاي وعلى فكرة تتعلمها بعيد عن الكلية. يعني انت في كليتك عادي انت بتتعلم اكاديمي عادي جدا وهنحتاج العلم الاكاديمي ده وعايزين نجيب في تقدير لانه هيفيدنا وفي نفس الوقت احنا هنتعلم خبراتها هتفيدني في الحياة. طب افرد الاتين عاقصة بعض مفيش علمين عاقصة بعض في الحياة اي حاجة هتتعلمها في الحياة هتفيدك جدا وهتعلم ان شأنك اللي اجتماعي جدا وهتخليك مدرك جدا 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 اتفقنا؟ اتفقنا. يبقى اول كورسة حضرتك هتقدو هو يعني ايه مصطلحات الشغل والسوق طالب ايه؟ ده وظيفته ايه واهميته ايه؟ ده وظيفته ايه واهميته ايه؟ ده وظيفته ايه واهميته ايه؟ والشغل ده عشان تتعلمه لازم تكون درست ايه؟ ده اول كورسة لحضرتك. تاني كورسة موجودة عندنا هو فوتوشوب والفوتوشوب هنا احنا مش هنحط لك اساسيات الفوتوشوب. لا 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 احنا هنعلم حضرتك يعني سوشيال ميديا ليش معنى سوشيال ميديا؟ لان حضرتك بمجرد ما تتعلم ده تقدر تخرج وتتعامل مع السوق وتعمل مثلا تصميم لشركة أو تصميم لدكتور تصميم لمدرس تصميم لمهندس أو تصميم لأي موقع من الموقع اللي بتتعامل بالحتة اللي بنسميها فيه اللانس اللي هو زي موقع خمسات مثلا ده مشهور جدا عند أي دزاينر ان انت بتعمل شغل والله بتاخد على الدزاين ده خمسة دولار فانت بالنسبة لك اي عم انا حاسس ان انا بكسب فانا حاسس ان انا عايز اعتمد على نفسي وهو ده اللي انا عايز اعلمه لك اللي انت تعتمد على نفسك في الفترة دي وانت اتدخل مصاريفك يا رب تاخد الفلوس دي تحوشها تعمل بها اي حاجة بس تحوشها تدخلها في مشروعتين حط عندك حلم وبنين خدها يا عم وصرفة على نفسك كانت بيهدوم بس المهم ان انت فكرة ان انا اه معتمد على نفسك تحس بثقة بنفسك كده فضيعة او تحس بثقة بنفسك فضيعة المهم يا صديقي وحضرتك ازاي تعمل سوشال ميديا يعني ازاي تعمل تصميم ازاي تعمل دمج اه اه واقعيا يعني عمليا كده بص يا عمنا الصفحة قدامنا هي بنجيب الشخصية دي الموقع اللي بستعين بيه التنبلت اللي بستعين بيها ويعني اصلا تنبلت ويعني ادوات كل ده هتفهمه في ساعتها تالت كورس عندنا يا عمنا هو الاندزاين وبرنامج الاندزاين لاغنى عنه خالص في انتاج المجلات والكتب والملازم فهتلاقي فيه شريحة من المجتمع لا تستغنى عن البرنامج ده تماما فهو من اهم البرامج اللي حالك ممكن تتعلمها اصلا رابع حاجة الـ UX والـ UI اللي هو الواجهة بتاعت المواقع يعني حضرتك لما تيجي تفتح موقع التصميم بتاع الموقع ده اسمه UX و UI فحضرتك بتتعلمه بالمناسبة بمطلوب جدا لان اي موقع ما يفعش يقوم من غير UX و UI تب وده سهل تتعلمه هو اي انفع تتعلمه خلاص اتفقنا اتفقنا خامس كورس عندنا هو البرمير برنامج البرمير هو بيعمل ايدت هو طبعا برنامج من برامج كتير قوي موجودة بتعمل ايدت على الفيديو تعديلات على الفيديو فانا بتعلم يعني ايدت اصلا وازاي امسك فيديو كده اعرف اقطعه وازاي اعرف اعمل فيديو تعليمي سواء بقى لمدرس او فيديو دعائي لشركة او فيديو دعائي لدكتور او فيديو دعائي لمهندس وازاي استخدم مؤثرات فيه وعلى فكرة ده مش معقد خالص بس محتاجة من حضرتك تعليم بس وممارسة ممكن 3-4 شهر بالكتير الكلام بجد تخلص ده واتمارس مع نفسك شهرين تلاتة تبقى حلو تبقى حلو فيه اه مش هتبقى مستوى عالي جدا لان المستوى عالي جدا ده محتاج من حضرتك تبزل موجود ده من اتعلمت الكورسات دي اتعلمتها هعملي افضل اقعك كده لا هتفضل تطور نفسك انت تعلمتهم كلهم في الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها بقى لا انا شايف نفسي هنا يبقى دوس في الحتة دي قوي يوم ما تيجي تتخرج هتلاقي نفسك عندك خبرة في المجال ده 4 سنين رغم ان انت لسه طالب جامعي اصلا لسه متخرج ببارح بس انا عندي خبرة اشتغلت مع العميل كذا والعميل كذا والعميل كذا وعملت شغلي مع الشركة الفلانية والشركة الفلانية والشركة الفلانية خلاص يعني منها تمام ابقى عندنا اخر كورسو ده اساسيات البرمجة انا عرف حضرتك يعني برمجة واساسياتها بس البداية تب ليه مش هنعلم برمجة جامع جدا لان حضاك لما تفهم اساسيات البرمجة هتفهم ان فكرة البرمجة هي فكرة محتاجة مجهود اكتر من البرمج اللي فاتت فمحتاجة نفس طويل حبتين ودي محتاجة اصلا يعني ايه طبع حضاك شايف الناس اللي بتعلمك اكتر بحيث ان انت استفيد من خبرته اتفقنا طيب فاحنا والله هدفنا في الحياة او هدفنا مع حضرتك ان احنا منسبكش حتى بعد سنوية عامة وانا مع حضاك ندلك على الطريق الصحيح اللي تعرف تتعامل به مع الحياة وفي نفس الوقت ان حضاك تبقى عندك خبرة وعندك نطجة عقلي وتستفيد بالوقت اللي ممكن يبقى مهضر وترجع بعد خمس ست سنين تقول يا ريت وانا اتظلمتي في الحياة وانا ما اخدتش فرصتي لا يا صديقي محدش بيتظلم في الحياة ومحدش باخد فرصتهم ربنا عادل وربنا عادل وكل الناس بتاخد فرصتهم بس انت استغل الفرصة بقى ويمسك فيها وخلي بالك بقى يا صديقي ان حضرتك ممكن تكون عايز تدخل كليات فنون جميلة او فنون طديقية وخلي بالك ان الكليات دي علشان تدخلها لازم تكون الاول دخلت امتحان القدرات والامتحان ده بيبدأ بعد انتهاء السنوية العامة على طول عارف يعني هي على طول؟ على طول يعني لازم تمتحنوا وبعد كده تشوف بقى انت دركتك ايه؟ وتقدم ودي للأسف هي ماشية كده فعشان كده لازم تمتحن الامتحان ده لو انت ناوي تخش كلية من الكليتين دول طيب انت اصلا لو مش عارف امتحان قدرات ده اصلا هيفدك ازاي؟ في منصة جميلة او في شباب جميل اسمهم artist team عاملين هم الكرس ده وهما شباب انا بصك فيهم جدا والله شطرين جدا 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 طيب كده احنا خلصنا مع دفعة عشرين تلاتة وعشرين خلصنا الكلام لكن لسه فيه افعال ما بيننا لسه هتبدأ من يوم خمستاشر تمانية بإذنك يا رب اما بقى حباب ابنى دفعة عشرين اربعة وعشرين المتحمسين اللي مستعجليه على الثانوية عامة اللي بص هي لبوا الدنيا في اول شهر بس وبعد كده يهبطوا عايزة حضرتك بقى تستقبل الثانوية عامة كده بهدوء وبارتياح ومش عايزين حماسة مفرطة في البداية ولا تراخي مفرط يعني احيانا بنلاقي طلبة كده داخل على الثانوية عامة بسم الله الرحمن الرحيم عايز اكل الكتب يقولك انا انا عايز ابدأ مذاكرة ولا يصبر يا ولا يصبر يا ولا خد اجازتك ولا ما كلنا هنبدأ واحد تاني يقولك لا يا عمص ان انا عندي واحد صاحبي بدأ في شهر 12 ايوا وإيه اللي حصل يعني اللي بدأ في شهر 12 اللي بدأ في شهر 13 اذا كان هو لسه مخلص انتحانات انت عرفته هو عمل ايه هو بدأ في شهر 12 دي حقيقة بس الله اعلم لما بدأ هو ليحق ولا ملحقش فيعني ولا يبقى فيه حماس زائد عن اللزوم ولا يبقى فيه تراخي خلي حضرتك وسط وخير الامور الوسط يعني حاول حضرتك توزن الامور حضرتك ولا تبقى شدد عن نفسك قوي ولا حضرتك تبقى مكبر دماغك قوي طيب نظام السنة الجديدة هتبقى ماشية ازاي او هتبدأ امتى او هنبدأ امتى اولاين او هنبدأ امتى في السنتر ده هينزل لحضرتك ان شاء الله بإذن الله فيديو من خلال اسبوع لعشرة ايه يعني في الفترة دي هيكون نزل لحضرتك فيديو بإذنك يا رب بيشرح لحضرتك كل التفاصيل ازاي شغالين في السنتر وازاي شغالين اولاين وايه الجزء المخصص لطلاب اليوتيوب اتفقنا؟ اتفقنا ملقاكم على خير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استوفرك واتوبوا ليك والسلام عليكم